أدانت المملكة بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استطانية جديدة في الضفة الغربية ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس بما يتعارض مع القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة وتجدد المملكة التأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من حصوله على حقوقه من العيش بأمان وإقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية